دشن أواكل محافظة حضراموت لشون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري الندوة العلمية قراءات في ديوان راح النفوس للشاعر سالم بن عبد القادر العيدروس والتي احتضنتها قاعت الأديب علي أحمد باكثير بمبنى مكتب وزارة الثقافة وفئة تدشين أوضح وكلا المحافظة إلى أن الشاعر العيدروس دائما ما كان حاضرا في كل المنعطفات التي تمر بها حضراموت ودائما ما كانت كلماته تسجد الواقع المعش بتفاصيله معبرا عن سعادته بإطلاق ديوان الشعر والذي يعتبر إضافة كبيرة للمكتبة الثقافية الحضرامية والوطنية